السيد الصدر روم أنه خرج قبل أيام وقال بأنه سيعتزل السياسة بشكل كامل ونهائي خرج اليوم بتغريدة قال فيها لن يحكم فينا ابن الدعي وكأنه نسفة إمكانية نجاح مخرجات الحوار الذي جرى اليوم ماذا تعلق؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك سيدي ولي ضيفك الكريم وقناته ومشاهدي التغيير يعني بطبيعة الحال بغض النظر عن ما يحدث الآن خلال الجولة الثانية من اللقاء الشامل ما بين كل الفرقاء السياسيين وكنا نتمنى أن تكون الجلسة الثانية مسبوقة بالتحرك باتجاه الأخوة في التيار الصدري لكي تكتمل المؤتمر الشامل أو اللقاء الشامل ما بين الكتل السياسية وبالتالي هناك ركن المهمة من خلال هذا الحوار الوطني وأعتقد الآن طراحة قضية لا شرقية ولا غربية أو قضية لا يحكم فينا الدعي يعني قد تكون هذه رسائل مبطنة برفض هذا اللقاء وكذلك رفض ما طرحه وبالتالي نبقى نحن أسيري أزمة الإنسداد السياسي ولن تحل نعم يعني أعتقد الآن هذا الدور الكبير من قبل سيد الكاظمي لجمع الفرقاء هي باتجاه الخطوة الصحيح من عجل معالجة الأزمة من عجل جلوس الفرقاء من عجل أن يكون هناك حلول ترضي كل الأطراف وكذلك أن يكون الهدف هو الخروج من هذه الأزمة التي طال انتظارها حقيقة تشكيل الحكومة ونحن على عتاب الشهر العاشر إذن يعني القضية لن تكتمل إلا بحضور الأخوة في التيار نعم يعني من ضمن النقاط الستة بتشكيل فريق لأنضاج القضايا التي طرحت وكذلك في أقناع الأخوة في التيار الصادية أما يعني هناك حقيقة لا بد أن نشير لها بأن هل هذا يعني اعتزال السيدة الصدق عن العملية السياسية هو اعتزال للكتلة الصادية التي استقالت نعم أنا أعتقد جازما بأن التيار الصدي لحد الآن هو بالعملية السياسية ويمتلك قاعدة شعبية واسعة